اشتركوا في القناة عشر عفوا وهو شوطي وداعي هذه المعركة الجميلة المميزة منذ انطلاقها من الصباح الباكر حتى هذه اللحظة في شوطي اصحاب السمو الشيو هناك عروض جميلة ولكن التوقيت دائما يفضل ويبقى حتى هذه اللحظة يتحطم تحت اقدام اللي هي الهده الهده ليس هالم بن الضعيف بن اغدير لاتباس الدقائق 13 ثانية ثمان وثلاثين جزم الثانية التهاني دائما موصولا من هذا الميدان الى خاني مرغم كافة وينما يسكن بالضعيف راشد بن الضعيف من اغدير لاتباس تهانينا والناموس عن الفوز والتهاني على التوقيت الافضل حتى هذه اللحظة شوط الوداع شوط الجعدان المهجنات شوط الجعدان الاصائل شوط الشعارات الجميلة اين هناك الاتجاه مع اللي في المركز اللوه البراق ليسالم بن بخيت بن رشيد اللي اجتبه النقلة هناك على المركز الثاني شكلان علي بن احمد الرزي وفي المركز الثالث الشبابي لمحمد بن سعيد لمحمد بن سعيد بن بارك الاعتبه النقلة على المركز الرابع المتحد سعيد بن محمد بن قضيف العليلي وفي المركز الخامس اللي في المركز الخامس البارع لمحمد بن فارس بن علي بن خلفان الاجتبه وفي سادس المراكز من في المركز سات اللي في المركز سات ايها الاخوة هنا يأتي تحضير لسعيد بن محمد في سادس المراكز ايها الاخوة سادس المراكز أيضا بنتحرف على رقمة بنتحرف على سودس المراكز شاهير لمحمد بن محمد بن محمد بن ملهوف وبينما اللي في المركز السابع هناك من الجانب الثاني شعار لغويس شعار لغويس الثائر 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 أحمد بن سيف لغويس السويدي ثامن المراكز المركز ثامن ولا السابع المركز السابع ما شاء الله أمليح عجيل بن مطر الضحاك الشامسي نقلتنا هناك على سابع المراكز بينما اللي في المركز الثامن اللي في المركز الثامن يتواجد شحين سلطان بن خليفة بن سالمين الحميري وفي المركز التاسع اللي من الجانب الثاني اللي من الجانب الثاني ايضا بنتعرف عليه لكي نعطي كل حق حقه هناك على هذا الانطلاق وفي المركز العاشر شحين علي بن طارش بن راشد الاشتبي اللي في المركز التاسع كان هناك يتواجد رجل احميدي بالشجاع بن علي بن مسعود الفيد ها هي النتيجة ايها الاخوة للمراكز العشرة العشرة وخضخضة هذه الشوت هناك مع الانطلاق مع الدفعة الجديدة والرسمية على هذه الجولة المميزة ما شاء الله ما شاء الله اللي غير اللي سيطر على المركز الاول شكلان هل سوف يشكل خطورة هناك في اللحظات اللي خيرة ولا يعني راي اخر للجاعدين ما بنسبق الاحداث عني بن حميز الرزي الشامسي نقلتنا على المركز الثاني من العجيل بن مطل الضحات الشامس ايضا يتدخل مع هذه الجولة جاهين على ثالث المراكز السلطان بن خليفة بن سالمين الحميل بينهم اللي في المركز الرابع تحذير تحذير يا هل الجاعدين يا هل الجاعدين وصل تحذير سعيد بن محمد بن احمد ابو ابراهيم وفي المركز الخامس اللي في المركز الخامس نجل احميدي احميدي بن شجاع العلي بن مسعود يا سلام مرحبا بابناء اللبسة المتواجدين في هذا الانطلاق اول ندا اول ندا ومرحبا شاهين يا شاهين اول ندا لشاهين لسعيد بن محمد بن خلفان بن حزيم الفلاسي وصل الجذاب وصل اليذاب بده يذب المراكز من موقع الى موقع ايضا لسعيد سعيد بن محمد بن خلفان بن حزيم ها هي النتيجة والثاية الاسامية يعني تاخذ موقع انا ابغي المركز الاول بسير مع المركز الاول بحلق هناك مع شكلان بحلق مع اهالي مشرب الله 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 العودة مع الكيلو اللخير وافتح يا الكيلو وبابك رحب بهذه الشعارات الجميلة رحب بهذه الشعارات المميزة في هذا العالم المميز شكلان عني بن احمد الرزي النقلة هناك على المركز الثاني شاهين سعيد بن محمد بن خلفان بن حزيم الفلاسي ثالث المراكز تحذير سعيد بن محمد بن احمد بابراهيم المركز الرابع مليح وتحود ملكيته العجيل بن مطر الضحاك الشامسي وفي المركز الخامل الخامل شعارها للعين والله مرحبا بهذه الشعارات شعار سلطان بن خليفة بن سالمين الحميري هنا على ظهر شاهين هكذا هي النتيجة مع الستمائة متر الاخيرة مع الستمائة المتر الاخيرة هو شاهين 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 اسرع من الشواهين تحذير ثانيا شاهين اولا تحذير ثانيا شكلان ثالثا اين الاتجاه هل سوف يذهب مع القوانين ولا هل يمشرف هل الاربعمية متر الاخيرة الاربعمية متر الاخيرة متعود شاهين على هذا المنصب متعود شاهين على هذا المركز هل سوف يصمت شاهين هل سوف يعني نقول النقطة الثالثة الثالثة في حصادي هذا الموسم النقطة الثالثة في حصادي هذا الموسم فشكرا يا ابو محمد على تشكيلة هذا الشعار المميزة في هذا الموسم وعامر قال لي خلاص ونعما خلال سلام عليكم يا هلغواني تهانينا والناموس لسعيد بن محمد بن حزيم بمناسبة فوزة بالمركز الأول فعلا شاهين أثبت وجوده في هذا العام بأنه جاهز لجهوز الكمل المركز الثاني شكلان لعلي بن حميد الرزي الشامزي تحذي سعيد بن محمد بن حمد بن براهيم عن المركز الثالث عن المركز الرابع سلطان بن خليفة بن سالمين خامس المركز سعيد بن محمد بن حزيم عن المركز السادس وبقية المركز نحيلا إلى اللجنة العليا المنظمة في هذا الصباح هنا عند خط النهاية كل شكر دائما موصول لرئيس اللجنة العليا الموقر سعيد بن حزيم وإلى نادي دبيل سبقات الهجر العربية اللاصلة المتابعة الدائمة لهذه الميادين شكر موصول لموقع الناموس الذي ينقل لكم هذه الأحداث أولا بأول مع تحيات معلغكم من هذا الميدان نواف مفاضل لتوقيت سدقاي 14 ثاني 26 جزم الثاني تهانينا والناموس كل شكر دائما موصول لجنة العليا هنا في أرضية هذا الميدان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر